السلام عليكم وسعد صباحكم وسعني تكونوا بخير أحب أحكي لكم عن Fiber Post طبعا هي الدعامة للناس اللي مش ضب الأسنان بعض الأسنان اللي معالج عصبها وتكون فقدة جزء كبير منها نحتاج أنه إحنا نبني شيء يمسك الجزء المفقود من السن واللي هو الدعامة تيجي غالبا نوعا أكثر شيء نستخدم من Fiber Post أو Metal Post مثل بوست إحنا نبنيه في العيادة ونرسله لللاب ويرسله نياه على شكل حديد أما الفايبر في الكثير بالنسبة لكلية الرياض أول ما نبدأ دراستة Fiber Post ندرسه بتكنيك مختلف تماما عن تكنيك لبل 11 فهلا أحكي لكم تكنيك اللي إحنا درسناها الحين في بداية تصوى Good Anesthesia or Good Isolation رمو فرم ذيكتر بركة بتخلو 5 تقريبا مليمتر على الأبكال سيل على حسب طول السنة رمو فرم نبنيه لكتر بركة بتخلو 7 تقريبا مليمتر عن أبكال سيلة تتخلو 5 تقريبا مليمتر على الأبكال سيلة دعو 3-4 منترسه باركال سيلة وان ي By using paper point distribute the bonding all around the walls عشان ما يكون تحت معلأس بابل شوفوا علبة البوست إذا مكتوب عليها sandplastic أو acid etched post that's fine إذا مش مكتوب جيبوا hydrofluoric acid وبتسووا etching للبوست for 2 minutes Apply coupling agent on the post It's actually reduce the bubbles and increase the retention after mixing with cement طبعا هلا السنصر في bonding والفايبر بوستر في bonding بتجيب الريلاي اكس بعد المكسين وبندخلها باللونغ تب داخل الكنال ثم push the rely x يعني push من تحت وبعد ارفع وفوق التب عشان تطلع البابلز داخلوا البوست وسووا clockwise بعدين cut the excess هلا بتعملوا light cure بعدين بتسووا composite build up وبتاخدوا x-ray وهيكا بكون خلصنا بتمنى تكون استفدتوا بالتوفيق الجميع ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا